يا صباح الخير والجمال والسعادة على عينكم يا أحلى بنات في الدنيا كلها بتوحشوني جدا جدا من الفيديو للفيديو النهاردة الموضوع مختلف تماما عن أي موضوع قدمته لكم لأن مش مجرد معلومات أنا بديها لك علشان تستفيدي منها ولكن موضوع النهاردة يا بنات هو خلاص التجربة شخصية أنا مريت بيها استفدت منها درس كويس يمكن يكون ده جالي في الوقت المناسب فلو أنت بتتفرجي على الفيديو ده دلوقتي أعرفي أن ممكن ربنا يكون بيبعاتلك رسالة على تلحقي نفسك لو رقم واحد أنت أصلا بتعملي الحاجة دي ومش مدركة ومش عارفة أن أنت بتعملي حاجة غلط تبدأي تفوقي وتنقذي ما يمكن إنقاذه أو لو أنت أصلا عارفة أن أنت بتعملي حاجة غلط تبدأي تفوقي وتبدأي تحطي إيدك على أول خطوة في إصلاح الموضوع ده وهو السوشيو ميديا أو بمعنى آخر يا بنات إدمان السوشيو ميديا الحقيقة أنا مريت بثلاث صدمات الصدمة الأولى ما فوقتش التانية ما فوقتش التالتة دي اللي نزلت عليك الصعيقة حسيت أن لأ يعني أنا مش هكمل كده لأن أنا دخلة في طريق بضايع وقتي بضايع عمري بضايع حياتي أول صدمة شفتها يمكن كانت من فترة طويلة شوية لما لقيت فيديو على السوشيو ميديا على الفيسبوك وكان بيتناول عالم الإنستجرام وقد إيه العالم ده مش وقعي وكان بيجسد بنت أصلا هي عايشة كل حياتها جواه الإنستجرام ده على طول بتعمل بوستنج وعلى طول بتنزل صور مع الجزها طول الوقت ففي الفيلم البنت ديو هي دخلة أول ما شافت جزها بدل ما تقوله إزايك عامل إيه إزاي يومك على طول بالموبايل وسيلفي وأخدت صورة وبعد كده ثابته ومشيت وبرده هو ما كانش سعيد أبدا أبدا وبرده النجمات اللي انتي بتشوفيهم لمدة ثانية واحدة تشوفي صورة النجمة ثانية واحدة تبدأ إن انتي تزهائي وتكتائي بي ودي حلوة ودي الميك أب بتاعها طحفة ودي جميلة ومهتمية بنفسها وشوفوا أنا وشوفوا هي وتبدأ تقرني وتبدأ تكراي حياتك في حين إن النجمة دي أخدت ساعات علشان الميك أب أخدت ساعات علشان الشعر أخدت ساعات علشان اللبس والتصوير والإيداتين والكلام ده كله وغير كده كمان إنتي متعرفيش النجمة دي مرت بإيه في حياتها فمتقدريش تحكمي واللي متباني على انستجرام هيعرف إن أنا مش مهووسة خالص بالصور ولا بنزل صور ولا لبس ولا فاشن ولا كلام ده كله أنا بعمل كونتنت ممكن بنزل فيديو بنزل صورة أبقى عايزة أقولك من وراها رسالة دي أول رسالة يعني ما فوقتنيش يعني برضو فضلت السوشال ميديا مسيطرة على العقلي وهي كل حياتي تاني صدمة برضو ودي بقى مش بس لمستني كإنسان لا هي لمستني كأم يعني كأم بالذات أثرت فيها لأن ممكن تكون الأم دي أنا أو أنتي أو أمها تانية كتير بتعمل كده من غير ما تدرك الأم دي على طول مسكها الموبايل 24 ساعة أي حاجة تصورها أي حاجة متزبطة مترتبة تصورها وتبقى الدنيا خراب جنبها لا هي بس تصور بس الحاجة البرفكت وبتنزلها على الانستجرام ولما هي حفلة performance للبند كانت بتقدي وبتغني على المسرح كل الأباء والأمهات قاعدين مندمجين مبسوطين جدا جدا إلا الأم دي قاعدة تصور بنتها فهنا بنتها قالت لها يا ماما أنتي مشغولة عني لو سمحتي ما تنشغليش عني فهنا الأم بدأت إنها تسيب الموبايل وترميه من قدها وبدأت إنها تقعد مع بنتها وتحضن بنتها فبرضو دي كانت من الحاجات المؤثرة جدا جدا اللي أثرت فيها لأن إحنا نكون فاكرين إن أنت قاعدة جنب ابنك أو ابنك قريب منك وخلاص إي يعني ما أنا شايفاه أنا بقضي احتياجات وأكل كل حمام تعالى نروح عيار تعالى نغير معي شاور تعالى ناخد شاور فلا أنت مش معايا والطفل بيبقى حاسس بكده وفاهم كده وعارف إن ليه شريك فيكي وللأسف الشريك ده ياريتوا لحمه دم الشريك ده حتة حديدة فبرضو دي من الفيديوهات اللي أثرت فيها وخلتني لأ هو أنا بعمل كده لأ أنا مش صح أنا رايحة في حتة مش كويسة وبرضو الموضوع ده بيأثر على عائلتي ثالث موقف بقى أو ثالث صدمة وخدتها ودي كانت الطمر كبرى يعني حسيت إن لأ صعيقة لو أنت عندك سمارتفون بتستخدميه فبيجي الكويكلي ريبورت اللي هو السكين تايم بتبدأي تشوف اللي في مودة استهلاكك للجهاز ده قدقيه فأنا كنت متعودة إني يوميا ساعة ساعتين ثلاثة ماكسموم وأبقى زهقانة وأبقى كارها نفسي وأبقى حاسن حياتي مش متزبطة لحد ما صدمت ولقيت السكين تايم بيقول لي تقريبا إن أنا قعدة على الجهاز ده للأسف اليوم كامل لمدة أسبوع فهنا أنا حياتي وقفت يعني حسيت إن لأ أنا مش المفروض إن أنا أكون بعمل كده ومش المفروض إن أنا حياتي بس على السوشيال ميديا ومش المفروض إن أنا أبقى مدخلة نفسي جوه السوشيال ميديا كده وأنا أصلا لي حياة حقيقية ولحموا دم فبدأت إن أنا لأ أتكلم مع نفسي أنا أدرك إن الوقت ده نعمة غالية جدا جدا ربنا مدهاني زي ما هو مدهالك العيلة العيلة نعمة غالية جدا يا بنات ربنا مدهالي زي ما مدهالك السكينة يا بنات السكينة ورحت البال يعني أنا كنت ببقى مصدعنا مش عارفة أنا مصدعني صدع فظيعة مش عارفة أفصل السكينة حتة السكينة والتنظيم الحياتي مش موجودة لإن أنت مش عارفة تفصلي قاعدة مع أولادك مسكة الموبايل خارجة مع جوزك مسكة الموبايل بتودي منك المدرسة مسكة الموبايل بتذكر البنتك مسكة الموبايل فأنت مش عارفة تفصلي انت مش عارفة تعيشي حياتك كمان بغي انت مش عارفة تعيشي اللحظة بلاحظتها لان فيه شريك في حياتك يعني عارفة اللي هو المثل اللي هو بيقولك هاي ازايك انت عاملة ايه في حياتي هو ده انت فيه شريك في حياتك وللأسف انت مش حاسة ان فيه شريك لأ فيه شريك خفي وبيأثر على حياتك فحسيت ان جي الوقت ان انا لازم اخرج من المتاهة دي وانقذ ما يمكن انقاذه وبدأت ان انا اعمل اربع خطوات الخطوات دي مؤخرا ساعدتني جدا جدا وحاسة ان ممكن كمان تساعد بنات كتير جدا جدا وهم هات كتير جدا جدا فحسيت ان انا لازم اشارك ده معاكو يا بنات ان انا خايفة عليكو اول حاجة ساعدتني جدا جدا في تنظيم استهلاك السوشل ميديا كنت لما اصحى من النوم على طول امسك الموبايل افتح الموبايل اشوف المسجز اشوف الايميل اشوف كل حاجة لأ دولة قوي دلوقتي مش دي اول حاجة لازم تعمليها اول حاجة لازم تعمليها اول ما تصحي من النوم ان انت تبدأ تشوفي المورنين地 Rootine بتاعك هتعملي ايه نهاردة تحطي خطة لليوم تلبسي تشوفي تفطري المورنين地 Rootine لازم بتاعك تكوني حطاء المورنين地 Rootine يا بنات ده بيختلف عن بتاعكو بين ابناء كتير لو انت عايزاني اقولك المورنين地 Rootine بتاعي في فيديو هل disintegrются سبيلي ده في الكومنس فدي اول حاجة ان انا اشوف المورن الروتين بتاعي واشوف هعمل ايه في يومي فانتي لما تحددي ولما تعملي لنفسك مورن الروتين حياتك هتتغير 180 درجة هتبقي عارفة ان اليوم ده مش يوم بيعدي وخلاص اليوم ده في حاجة بتعمليها فيه اليوم ده لازم تنجيزي في حاجة معينة مش ربنا بتدي لك يوم يلا يوم من عمر يا اكبر يوم وخلاص لا الموضوع اكبر من كده بكتير فليزم تعرف ان اليوم ده ممكن لو راح ما يرجعش تاني تاني حاجة معانا النهاردة وهي بدأت ان انا اخصص وقت معين ان انا امسك فيه الموبايل اتشك الرسائل اتشك الايميل الكومنس الحاجات دي كلها تشوفي الاخبار فانتي انسب واحدة تعرفي امتى الوقت اللي انت تقدري تمسكي فيه الموبايل لو انتي بتروحي لشغل والكلام واصلات ممكن ده يكون الوقت المناسب لو انتي عندك لانش بريك نص ساعة او حاجة تبدأ ان انتي تشوفي المسجز وتخلصي الايميلات والحاجات دي تعملي بسرعة جدا جدا فبرده انتي تبقي عارف ان هو ده الوقت اللي انا قاعدة فيه على الجهاز فقط لا خير هنا عقلك وادراكك يبدأ يشتغل ايدي انا رايحة امسك الموبايل لأ بس انا في حاجات تانية لازم اعملها انا خلاص خلصت الوقت اللي انا المفروض اقعد فيه او امسك فيه الموبايل فبرده انتي بتبقي وعي الحاجة زي كده تالت نقطة ودي سمعتها من بناك كتير جدا جدا وبي حاول جاهد ان انا اعملها وده بسبب ان انا بحب ان ازلكم الفيديوز في الويك اند لان دي الفترة اللي بتكون مناسبة ليا ولكن بينصح وبشدة جدا 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 ان انتي تعملي يوم فري ان انتي ما تمسكيش الموبايل تبقي عاملة الموبايل على طول اف علشان تنجزي مع نفسك خصوصا في الويك اند خلو بالكم يا بناي تنجزي مع نفسك تنظفي تنظامي حياتك تتزبطي كل حاجة للأسبوع الجديد وكمان ده الوقت اللي ممكن تلاقي جوزك في اجازة ممكن تلاقي ولادك اجازة تبدأي تهتمي بيهم تشوفي احتياجاتهم وتسمعيهم وتتكلمي معهم تقضي معاهم كواليتي تايم يا كمان لان الموضوع ده بياخد من وقتنا وبالاسف ياريت بس كمان على وقتنا ده وقت حبيبنا رابع نقطة ودي من اكتر النقطة اللي انا مبسوطة بيها مؤخرا يا بنات وهي حاجة زي كده الورقة والقلم ان انتي تعملي تنظامي وقتك تعملي جدول ليومك تبقي عارفة انا هعمل اين نهارك تبقي حطة طبعا يعني حاجات وقعية مش هبقى حطة انا هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد عشرين في القايمة لأ ببقى حطة حاجات وقعية هقدر اعملها في خلال اليوم بتاعي بتبقى ان انتي تمسكي الورقة والقلم واللي ما اخلصش النهار ده اه ببدأ ان انا اقجله البكرة فببقى عارفة انا هعمل ايه بتبقي حطة خطة ليومك وبتبقي منظامة وقتك مش بتبقي خلاص يوم هعمل فيه اي حاجة وخلاص لا الموضوع اكبر من كده بكتير فأنا مكنتش متصالحة خالص مع الورقة والقلم وانا يمكن برضو بنات الجامعة نصحتهم بحاجة زي كده وانا برضو يمكن كمان في فيديو الجامعة كنت بقى انصح البنات ان هم يبدأوا يستخدموا الورقة والقلم يبدأوا يعملوا خطة لليوم يبدأوا يشوفوا ايه الحاجات اللي محتاجين يعملوها ايه الحاجات النواقص الكلام ده كله لان ده بيساعدك في تنظيم حياتك بعد كده في بنات هتقولي فيه ريمايندرز فيه حاجات كتير على الموبايل فأنا برضو مش عايزاكي تروحي للموبايل يعني مش عايزاكي تزاودي لسكرين تايم ده تبقي انتي اللي متحكمة فيها عشان ما يتحكمش فيكي ويدمر حياتك فيه كافيهات كتير كنت بتحكي عليها وانا صغيرة فيها لفتات اقعاضوا مع صحابك وحبابك فلا بدلوقتي بدأت تقدر يعني ايه لما انتي تبقي خارجة مع خطيبك جوزك وولادك لا تبقي عارفة ان انتي معاهم قلبا وقالبا جسدا وروحا مش جسدا بس فايريت تتمرنوا على حاجة زي كده انا قاعدة باكل انا باكل بس انا قاعدة بزاكل لبنتي بزاكل لبنتي بس مش ايه ده انتي كتبت ايه او واو وتاخدي الكاميرا وتصوري الهومورك بتاعها والكلام ده كله او ممكن تعملي كده مثلا مرة لما تقوم بانجاز او حاجة انتي عايزة تقرقيها يعني او عايزة تسيبيها للذكرة لكن مش تبقى حياتك كده ما تبقيش مستمتعة باللحظة ما تبقيش عايش اللحظة مجرد ما انتي تدركي انتي اللي هتعرفي الشعر بين ان انتي تعيش اللحظة وبين ان اللحظة تعيشك فلا خلي بالك من الموضوع ده كويس جدا جدا ولكل البنات اللي حتى ايمتها في لايك او كومنت او شير او كلام ده كله فانا عايزة اقولك انتي انتك اعلى بكتير من ان انتي تكوني مجرد اعجاب او مجرد تعليق على سوشال ميديا انتك لازم تعرفيها بنفسك انا واحدة من الناس مش بهتمة بعدد المشاهدات فيديو مثلا يكون جايب لي 20 الف وفيديو تاني كاسمه وتشانل جايب لي 50 مشاهدة I don't care لان انا اصلا عمري في الطبيعي ما اتكلمت مع 50 حد فده بالنسبة لي رقم كبير جدا جدا والموضوع مش بالارقام ومش بالاعداد اهم حاجة ان انتي تكوني مقدرة نفسك قبل ما تنتظري التقدير من الاخرين ده الخطأ اللي انا وقعت فيها بنات وكان نفسي كل البنات تستفيد فلو انتي استفاتي من الموضوع ده يريد تشاركيه مع كل صحباتك اللي بيقعوا في نفس الغلط لا تنسيش الاشتراك في القناة ودعم القناة بالمشاركة والسبسكرايب واللايك والشير معا سلامة